صيفت الرجل أختي تصوري وأنا عريانة وتشوهت واحد الشوهر النهار الحنة ديالهم ما تبغيهش العدوك تشوه تقدم العائلة كاملة ما بقاش عندي الوجه اللي نشوف فيهم أختي تخطبت الواحد لاباسة إليه من بعد ما دخل دارنا حط العين عليها ولا كيضور بيها بغي يهدر معي بأي طريقة كانت كنت كانت تهرب منه وكندي الرأسي مفاهمه إذا شفتوا مع أختي تقولوا هنا نبات كيموت وتستعليها ولكن من الأفعال ديالي وليك يدير معايا ومورا ظهرها ما كان لحب الاسطحمص خداني مرتيم عند أختي ما عرفتش كيفاش دار ليها حتى صيفت لي المساج وقالي يا أنتي زوينا وأحسن وحدة في العالم يا ريتني عرفتك قبل ما نعرف أختك كورا ضبحنا مع بعضياتنا فبلاصل ما أنا مع أختك عرفتي أنا مستعد نسمح في كل شي أعلى قبلك غلقوا لي آه أعلى قبلك ندير أي حاجة على وجه الأرض جاوبت وقلت لي وش أنت مسطي وش هو يلبس وش ركف كامل قوك العقلية غادي تخلي أختين اللي خطبتي والناس كاملين حاضرين وعارفين تسمح فيها وديت أخذني أنا وش بغيش يدار ناع إصافة وليا قل لي أنا ما عندي منذر بهضرة الناس عندي فلوسي وعندي خدمتي أجي نهرب أنا وياك ونزوجو نحطوهم أمام الأمر الواقع قلت لي لا أكيد أنت ماشي طابعي عندك في بلاست المخشي حاجة أخرى قلت لي معك عمري كامل كلام وعشش لي في مخي وكثرة الاهتمام دياله خلت الشيطان يضحك عليها ويزيل لي بزيف دي الحوش قلت لي كم شي عند أختي وقلت لي أنت متأكدة أنه يبغيك قلت لي سكتي وفي هذه الأدراء لا يمكن أن تتقال قلت لي كيف يدير علاقة بلي كيف يشري لي كيف يتعامل معي وكيف هو إنسان حنين معي قلت لي كيف يدار معي وفي تليفون قلت لي كنبغيك وأنا بغيك أنت وقد كنت قلت لي أنت كثرة وكيف ينصحة لك تقوله على كلاما قلت لي أنت أخرجتها وانتحقها ودرجتها ووالك وامت تجيرها وينشترع لها فهل شاهدت كيف تصرف معي وقال لك أن يموت ويستع لها وأن يوجد لديك شيئا قلت لي أن أجلت أي أختي كما أنت تصرف معها حيث كيف لا سنصرف معها سنصرف معك والتي خيب بك يكون خيب قد يخيب مع كل شيء اراني كان بغيك وربي اللي مطالع بي بغيت مها هكك شدلي نقطع لك شدلي نقطع لك حتى وليت كنبغيه ومرة مرة كنقول لا تشير ما مسلكش نخصني بعد منه ولكن لأسف مقديتش نلقيت راسي ولفته وليت انوية كل نهار في التليفون وبالخصوص في الليل ما خليت مدرة انوية اي حاجة اطحلكم على البال لدرجة صورت راسي عريانة وصفتهم لي لغيت عقلي وليت خدمة بقلبي عميت ما بقيت حاجة كتبلي هي ديك من غيره هو تصرفت ومعيختي تبدلت 180 درجة ما بقاش مسوقها ولا كي يتهرب وكي يدير سبب الخدمة انا خدام انا خارج انا يعني ذلك الشيء اللي كان مآه في الاول ما بقاش ومعيختي كانت شكلية منه وكي تقول لي معرفت شماله ولا هامني ما عرفتني شراء انا هي السبب في الشيء كامل بسببي انا وحتى وليت كندور فيه وكي نقول لي كونتي كتبغيني كما تدير معه وتفعل معه وتترك معه وهو خايفني لانتقلق كدير هذا الشيء اللي كان نقول ليه هيت كان غير والغيرة قتلتني وخصني ندافع على راسي بخينا اليوم غدا اليوم غدا وحد نريد قلت له هاتشي تالي نغيبقى بحركة وليت كان فكر انني خصني نبعد ولكن قدما بعد كانت تفكر انا تصاوري عنده ويقدر يفضحني هيده لي اي حاجة بشي ينتقم مني بالخصوص انه ما بغيش يتفرق معي قلت له هاتشي ما بقاش عاجبني وخصني نحبسه قال لي انتي ما بغانيش نزوج باختك وانا ضد فك غنزوج به واللي عجبك ديري انا ممكنش يغمقى مصدى عراسي معاك اللي قديت عليه انني نقدر نديره وقلتولك ومتي راسك قاسح قطعت انا ويا الهضرة وفعلا نكملوه واختي ذك الشي اللي كانوا ناويناه ليه تافقوا على نهار الحنة ونهار العرس واخدوا الدار وبدو كيفرشو فيها كل شي كان غادي مزيانه على حقه وطريقه من دك الشي رفاع جنهار الحنة وبقى على عرسهم يومين بالحساب انا غا نموت غير بالغضيد والفقصة والحافية شعلة فيها لا انا ولا هو صايفت لي يا ميساج قال لي يا راني كان بغيك وغمقال مغيك حتى الموت وغادي نزوج باختك مشي حبا فيها لا غير باش نبقى حداك اه غادي نديرها قنطرة باش ندخل لداركم وحتى للناس شافوني معاك يقولوا اه حقاء راجل اختها وانا كان جاوبوك ونقول لي بعد مني حتى انا كان بغيك ولكن ممكن شي ينقانويك في حال هكا قررتي انك تزوج بها الله يسهل عليكم انا انساني قال لي يا راني راجل حيدا من دماغك غادي نزوج باختك باش نبقى حداك وعلى قبلك ومن بعدها خمدا ندخل ليها فراسة اننا احنا ما نفاهمينش وما نقدس نكملوه وغا نطلقوه واجل خطبك نزي قلت لي انت مريد نفسي واش منيتك واش كاش ضرب عقلك قلت لي يا ورا قلت لك نهربو انتي مبغيتش اش بغيتيني ندير مني كنشوفوه عايش مع اختي الرومانسية والحنان كنقول هادا راه كيدي ليه كعب يشي في قصنة قلت لي يا شوفي العرس بقعت لي غير يومين وانا مغمقاش مصدى عراسي معك اللي بغيتي تديريه ديريه ليلة الحنة الدار عامرة عماتي وخالاتي وبناتهم وصحابات اختي والموسيقى والحيحة في السمو في الارض وانا مخشية في البيتس سوف نموت بالفقصة واللغة هزيت التليفون وقلست كنشفت لي في مساجات قلت لي فكرت مزيان بعد مني وما بقيتش بغي نعرفك وشبعت فيه معيور خليت فيه غير اللي نسيت وهو بشير على راسه قل يشوف تصاورك عندي وغنفضحك مع القريب قبل البعيد ايلا ما بعتش مني وخليتني كملت عرسي مع اختك غتشوفي واحد الوجاع مارك ما شفتيه وغنقول لي هم انتي اللي جاية تابعاني وانتي اللي ضرتي بيها وانتي اللي كتشت سناني في بلصة فلان فلانية وانتي اللي حطيت عليها العين وكترة تسمو الحقد اللي عندك من جاية تختك بغتت تاخديني لها وهو كي صيفت وانا كنصيفت وانا كنصيفت احتروا واحد الوجاع تقول لي اوديو انا ما مسموعش مني كان نشوفه ما نسمعش كنصيفت لي كتابه نصيفت ونعود نصيفت كان عودتاني نصيفت اوديوش كيقول لي ما سمعتك انا كنسمع صوت ماشي هو هذاك المهم الحرب والقيتال منوضها انا ويا في التليفون شوية كنسمع الباب دي البيت اللي انا قلت فيه تردخ عليها ولقيت مامو وبابا شين يندخلين عندي وكي غوته شوهتينه فضحتينه كل شيء فضحتنا العائلة كاملة قاسة تسمع فضحت شي لكي تقال انا شديت تليفونه عن نقطة وكنقول ليها شوكا انا ما فهمت والو لا مدرت حاجة شنو ما فهمتش ويدخل عندي اختي يا الغدارة يا الفعلة يا التاركة وانا كنقول لي مغير فهمني رانا ما فهمتش حتى قلقا ما جرت التليفون مني بديها وجرتني من شعري وقلت هادي فيه وهادي في اسمه اشنو بينك وبين راجل اختك اشنو هي العلاقة اللي كتجمعك به علاش دق الاوديوات كاملين كيف شوهتينه والله يشوهك من بعد عرفت واكتشفت ان صاحبة اختي كانت دير البلوتوت تليفونها مع الباف اللي دير فيه الموسيقى في الصالون مني جاتهم وكلامة تخرجت هدر على بره والبلوتوت تقطع انا كنت كان هدر قبل ومنين حيضتها وقدرتها في البواطة ديالها البلوتوت تقطع ساحبتي منين حيضت البلوتوت ديالها اوتوماتيكمو بلوتوت ديالي حيث انا بقي شاعل التبرون شمع الباف اللي كان في الصالون والوقيتها اللي كانت تصيفت ليه هو اوديوات وكيقولية ما كان سمعكش وانا كان سمع في صوت ماشي هو هدهك ديالوقيتها الاوديوات كانت تسمعه في الصالون والعائلة كاملة خالاتي عماتي بناتهم صحبات اختي كل شي سمعوه حيث منين كان يقولية ما كان سمع صوتك نرجع نصنت الاوديوات اللي الفوق بالفاقصة ولو غدايد اذا خبارنا الدوها لا محالة الفيلم كله تصنطولي من الول حتى الاخر اكيد كل شي تفرتك كل واحد فيه ومشى بحاله بابا هزو لد عمي ومشو تل عنده اخدو لي تليفون اللي فيه تصاوري واعطاهوا قتلى ديال لحظة وقال لي بابا ما بغاش نبقى نشوفو جك كالدور بالدار ولا جيت ابناتي ولا شفتك بشي قنص اراه مو حاشة تبقى حل اما معي انا ده بجيل شهرين ما تيدوني ما يكلموني بحالة ما انا متس والله العظيم لك تبغى نعود لهم كل شي الحاجة الوحيدة اللي خلتني كان خافية تصاوري اللي عنده انا ندمت والله تندمت ولكنيش غندير مورة ندامة حاولت انني نهي حياتي ومتنى من هذا العذاب اللي انا عايشة فيه وقال لي بص الوقت ما قديتش اختي عمرة ما تسمح لي ووالدية تنكروا مني وقالوا بنتنا ماتت الزنقة ما قيتش نقد نخرج لها حياتي الضمرات مع الناس ومع نفسي ومع هائلتي بسبب تصاوري اللي عريانين ديولي صيف التمراج الاختي اشتركوا في القناة المسخينة الوقت شكرا ادا منا صناح